يأطيكم العافية هذا هو الفيديو الثالث للسايبر سيكورتي في السمرت سيتي حكينا عن أهمية الكريبتوغرافي في مجال السمرت سيتي وحكينا أنه لازم نعمل imagenي لأي داتا بإنه نبعثها في السمرت سيتي إذا كانت في الهوف أو في ال pee traffic أو في أي شيء آخر أو مثلا في الخوصف أو في أي شيء آخر ففي التالي لازم نعملها مجرم بيع عليك其實 BraHold Это اخذنا مجموعة من التكنيكس في الكريبتوغرافي من التكنيك اللي اخذناها ليا السيزر صايفر حكينا السيزر صايفر اللي هو عندي اللغة الانبليزية مثلا من اي لزد فبنعمل شفت بمقدار واحد او اثنين او ثلاث او اربع على اللغة فبالتالي اذا عندي بلين تكست كتبناه بنعمل شفت للأحرف بمقدار محدد هذا بيكون متفق عليه السندر والرسيبر نفس الشي بعدها اخذنا البلايفير من البلايفير بنتشكل متريكس خمسة لخمسة ولكن بنقسم الأحرف لحرفين حرفين حرفين هنا بنلغي الدنسة حكينا من المشاكل الموجودة في السيزر صايفر الكريبتاناليسز بنستخدم بيها اللي هو الاناليسز ليش لانو حرف مثلا الاي والتي بتكرروا كثير فبالتالي بنشوف مين السيفر تكست الحرف اللي بتكرر اكثر وبنحط مكانه اللي هو حرف التى او الاي بعدها اليوم راحين نشرح عن البوليالفابتكال صايفر شو يعني بوليالفابتكال صايفر اذا تكرر حرف في البلين تكست في السيفر تكست ممكن يتعوض محله اكثر من حرف يعني ممكن الاي في البلين تكست يجي محلو بي في السيفر تكست وممكن الاي لاتكار ياترر تمام محل سي. ليس شرط انه يكون مثل السيزر صايفر دايما الاي يجي محلو بي في السيفر تكست. من الامثلي على السيفر علی الألفابتكال صايفر اشي بناش اسميه اللي هو السيزر اللي هو الفيجير ريصايفر. الفيجير ريصايفر هو عالم فرنسي حطا ماتريكس اسمها الفيجير ريصر Fiveを солн집 لكube lesbian matrice myth 13 لكلمة محمد لازم اعطيك الكي هذا البلان تكست محمد الكي مثلا قلت لك زو فبتيجي بتكلي طبعا زد او زد او زد او زد او هذا البلان تكست هذا الكي فبتيجي بتكلي الام مع الزد وين الام هاي الام هاي الزد فبيجي محله حرف القل ال او مع الاو شو بيجي محل ال او مع الاو هاي الاوام هاي الاوام ايجي محله المحرف السي الاتش مع الثد هاي الاتش مع الثد ومثلا بيجي محله حرف الاي وهكذا هس سي لي ميميز هذا ان Ef مع الزد تعطين الال والم مع الاو بتعطيني حرف مختلف فبالتالي ممكن انه الام على Continue نعوض عبدالها اكثر من حرب في الصيفر تكست. هلأ في طريقة ثانية. انه انا افرض مثلا بدا كلك عندي اللي هو صيفر تكست. اذا انا اعطيتك الصيفر تكست مش البلين تكست. اعطيتك الصيفر تكست ام او. جي زي دي. وعطيتك الكي. اللي هو فورج. طبعا حكينا انه اللغة الانجليزية من اي لزد. بهذه الصفر هذه واحد هذي 25 ترتيبها. فالصيفر تكست هنا شو ترتيبه. ترتيبه الام 12. والاو 14. والجي 6. والزد 25. والدي 3. طبعا الكي. اللي هو الفورج. شو ترتيب الاف خمسة. اربعتاش. الاو 14. هذي طريقة ثانية. والجي 17. والكي 10 والاف كمان مرة خمسة. طيب شو البلين تكست بساوي. البلين تكست بساوي الصيفر تكست. ماينس الكي. فبالتالي الصيفر تكست بساوي البلين تكست زائد الكي. طبعا الكي في الصيفر كان ثابت ولكن هين مش ثابت. فشو بعطينا. اربعة اتناش ماينس خمسة. سبعة. اربعتاش. طبعا بعطينا اتناش ماينس خمسة سبعة. اربعتاش ماينس اربعتاش سفر. اربعتاش ماينس اربعتاش سفر اتناش ماينس خمسة ستة ماينس سبعتاش بعطينا ماينس احداش. وبعدها بعطينا خمستاش ماينس اتنين. طبعا سبعة مد. الستة وعشرين. بعطيني. سبعة. والحرف هذا الاتش. رقمه سبعة. نفس الاشي اللي هو الصفر هو حرف الايه. ماينس احداش مد. الستة وعشرين شو بساوي ماينس احداش مد الستة وعشرين. بعطيني حرف البي ليش? لانه بجمعها. طبعا هنا ماينس احداش زائد ستتة وعشرين وتساوي خمستاش مد الستة وعشرين. وبنسميه بريميتف رودس ولا اشرح عنها انه فيش اشي اسمه ماينس احداش مد الستة وعشرين. فبنشوف هنا موجود ستة وعشرين بنجمعها 들어� wounded 26 هلا 15 مد 26 ليه 15 والخمستاش هي برضه حرف البي ماينس 2 مد 26 بزمعها 26 تعطيني 24 مد 26 تعطيني حرف فبالتالي نبلين تيكست هي هابي هذا مثال على اللي هو البيجين ريسايفر ولكن هذا ديكريبشن وليس انكريبشن حبيت ان نعطي المرة ديكريبشن وليس انكريبشن طبعا من المشاكل الموجودة فيه انه كل ما كان حجم الكي قصير بصير يوجده العلاقة بينين يعني بتعرف انت بصير يوجده كميش طول الكي مشان بعدها يصيروا يعملوا كريبتاناليسز على كل الكي كل ما زاد حجم الكي كل ما كان مور سيكيور ولكن اذا كان حجم الكي صغير في عندي مثل اسمها الكاسيسكي مثل هلا بنيجي عليها هذي المثود استخدموها في اللي هو البيجين ريسايفر مشان يعملوا عليه كريبتاناليسز وقدروا يعملوا عليه كريبتاناليسز ورجعوا اللي هو البلين تكست من الصيفر تكست حياتي حكينا عنه انه بعدها بنيجي على اشي بنسميه الوان تايم باد الالغوريثم شو هذا الوان تايم باد الالغوريثم قديم جدا الصيفر تكست شو بتساوي بتساوي الكسور بين طبعا كبايناري الكسور بين المسج والكي طب افرض انه المسج عندي مثلا عبد هذي المسج طبعا باللاقي طريقة نعملها كودينك بنحولها لبايناري مثلا اللي هو مثلا الاسكي كود او مثلا هافمان او اي شيء اخر طب بتتحول المسج لبايناري والكي بتحول لبايناري بعدها بنيجي نعملها شو بنعملها كسورين 0x11 هذا الصيفر تكست 1x10 1x10 هذا 1 1 1 1 0 اذا فبالتالي هذا الصيفر تكست اذا هي عبارة عن اكسور جيت وقديم جدا هذه الطريقة في اللي الالغوريثم وهياتي هنا توضيح على الوان تايم باد هاي الوان تايم باد الالغوريثم وهو سهل جدا طبعا افشانت الالغوريثم اليوم راحssين ناخد حكينا الكريبتو جرافي تستخدم مجموعة من التكنيك من التكنيك اللي بتستخدمها الكريبتو جرافي اشي بنسميogly شو يعني ترانسبوزيشن في الصيفر تكست انو احنا بنعيد ترتيب ايش بنعيد ترتيب الصيفر تكست البلين تكست يعني انا عندي المس.... مثلا ااذ محمد البلين تكست انا باجي مثلا بكتبها بهذا الطريقة باجي بخربة الاحرف بعمل ايشuld пу incorон فبالتالي انت الترانسبوزيشن معناها تحط ري االي تكست لما تعيد ترتيب هذا بحضر ترانسبوزيشن وليس ترتيب حرف محل الحرف يعني الام تحط محالها زد ولكن ترانسبوزيشن انك تقمل ري اولانج منت طبعاً لترانسبوزيشن زي الشفت والأفايم ترانسبوزيشن بنجعلها طبعاً بنشوف شو معنى سبستيوشن لكدام طبعاً من الأشياء الموجودة عليها افرد انه انا عندي مسيج فأنا بكتبها بهذا الشكل يعني بكتبها بشكل زيكزاك مثلاً وبقرأها بهذا الشكل فهذا الصيفر تكست يعني بتكتب بطريقة ممكن تكتب عمودي وتكرأها افقي هاي شو معنى ترانسبوزيشن من الرو ترانسبوزيشن اني انا باجي بعطيك الكي عندي انا مسيج باجي بقول لك هاي البلين تكست اللي عندي انا باجي بقول لك الكي وعبارة عن اربعة ثلاث واحد اثنين خمسة ست سبعة البلين تكست تكون معطي البلين تكست فبتكتبها بشكل طبعاً بشكل بهذا الشكل بهيك بتكتبها بعدها لما تقرأها بتيجي تقرأها بهذا الشكل انه اول اشي تقرأ الرول الكولوم الاول تي تي ام اي بعدها الثاني اي اي كذا كذا بعدها ثلاث بعدها اربعة بالتالي بتكتب رو باي رو ولكن بعدها بتقرأهم كولوم كولوم حسب الترتيب الكيز اللي انا باعطيك اياه هذا الطريقة اسمه ترانسبوزيشن ولكنها بسيطة جداً حتى الامن هذا البنى عليها علم الكريبتوغرافي كل ياته لبردك صايفر لما نيجي نحكي انه نعمل اكثر من مرة سبسيكيوشن شو معنى سبسيكيوشن اني الحرف احطه محل الحرف اعمل اكثر من مرة ترانسبوزيشن اني عيد ترتيب الجملة باكثر من طريقة طبعاً شو معنى كلمة استيجنوغرافي استيجنوغرافي حكيت من البداية هي علم الاخفاء وليس علم التشفير يعني انت لما تيجي لما تيجي تخبي شيء محل شيء هذا اسمه علم الاخفاء وليس علم التشفير زي ما حكينا في الحرب العالمية الاولى كانوا يخبوا ايميج او يخبوا تكست جوا ايميج هذا اسمه علم الاخفاء وليس علم التشفير علم التشفير انك انت تبدل الاحرب وليس تخفيها طبعاً لحد هن بنكون اعطينا انتروداكشن عن الكريبتوغرافي انتروداكشن هذه الكريبتوغرافي راحين نبني عليها كورس السكيوريتي او السايبر سكيوريتي في مجال الاسكو او في مجال السمارت سيتي اللي حكي عنها مشروع الاسكو في الفيديو الرابع راح وارجيكم كيف نعمل اللي هو بشتغل مجموعة من الالغوريثمز اللي بنستخدمهم في مجال السمارت سيتي ابليكيشنز اعطيكم العافية